موسيقى حياكم الله أعزائنا المشاهدين أينما كنتم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد يحتاج المشتغلون باللغة العربية خصوصا إذا كانوا يستهدفون بتعليمهم الناطقين بغيرها يحتاجون إلى أسليب سهلة وجذابة ومقنعة الهدف منها تحبيب من يودون تعلم اللغة العربية بها وليس أحب من فعل ذلك على معلم محب للشار إلا أن يخوض غمار بحور الخليل إلا أن يعزف موسيقى الشعر العربي على أذان وقلوب الناطقين بغير اللغة العربية حتى يجذبهم بكل طواعية ومرونة وليونة إلى لغة القرآن مشاهدين الكرام اسمحوا لي أن أرحب بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عنكم بضيفي هنا في ألوستوديو معنا الأستاذ الأديب والكاتب المصري بلال الدبشة حياك الله أستاذ بلال حللت أهلاً ونزلت سهلاً على بيت القصيد حياكم الله أستاذ مصطفى أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم وبمشاهد قناة الرافدين وبمشاهد برنامجكم المحترم أستاذ بلال هذه الحلقة من بيت القصيد ستكون مختلفة عن سابقاتها لا تخلوم من موسيقى الشعر ولكن ربما يكون توجهها مختلفاً إلى حد ما إذ إنك ركبت بحور الشعر واستطعت أن تستثمر مادة الخليل وموسيقى الخليل من أجل بناء مادة علمية بلغة الشعر من خلالها تصبح هذه المادة العلمية أسهل على من تعلمهم اللغة العربية قبل أن نذهب لهذا النقاش الجميل جداً والبديع من المؤكد بحضرتك وبوجودك قبل كل هذا حدثنا قليلاً عنك بحدود ما تحب أن نعرف وكلنا شوق وأكيد أنت قادر على إذهالنا تماماً كما تذهل محبيك وطلبتك اتفضل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاً أنا أتقدم بشكر لكم على هذه الدعوة الكريمة في هذه القناة ووجودي في هذا البرنامج برنامج بيت القصيد هو شرف عظيم ليه ثانياً أنا اسمي بلال سليمان الدبشة أنا مصري من قرية تسمى سلامون قبلي تابعة لمحافظة المنوفية في دلتا مصر تلقيت التعليم الأزهري في المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية ثم التحقت بكلية اللغة العربية وتخرجت فيها الحمد لله بتقدير جيد جداً وبعد ذلك حصلت على دبلوم التأهيل التربوي من كلية التربية في جامعة الأزهر سلكت في البداية طريق التعليم العربية لأبناء بلدي مصر في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة وبعد ذلك انتقلت إلى مجال تعليم العربية لغير الناطقين بها بداية من مركز الإبانة في مصر ثم مركز الشيخ صالح في جامعة الأزهر ثم مركز الشيخ زايد أيضاً في جامعة الأزهر والآن أعمل محاضراً للغة العربية في جامعة التاسع والعشرين من مايو اسطنبول منذ ثماني سنوات وأنا مقيم هنا في تركيا ما شاء الله يعني التقدم جيدة وتوطئة لطيفة تفيد بالكثير من الإبداع بهذه الحلقة ويبدو أن المادة التي تنتظرنا مشوقة جداً فكرة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وحضرتك لك تجربة بتعليم الطلبة الأتراك إناثاً وذكوراً أو ذكوراً وإناثاً حتى لا يغضب علينا الرجال هذه المرة هذه الفكرة تحتاج إلى دربة تحتاج إلى ميران تحتاج إلى خبرة حدثنا عن تجربتك هذه بحدود ما تحب أن نعرف وأكثر ما يعني تعرضت إليه من مصاعب في بدايتها وربما بعض المواقف التي يمكن أن لا تنسى في يوم من الأيام ولا تزال تحملها في ذهنك تفضل نعم يعني أنا كما أخبرتكم بدأت في البداية التعليم لأبناء العرب ثم بعد ذلك انتقلت إلى مجال التعليم العربية للناطقين بغيرها في الحقيقة كثير من الناس لا يعرف الفرق بين تعليم العربية لأبنائها وتعليمها لغير الناطقين بها صحيح فلذلك أحيانا يخلط في الأوراق ويقدم مثلا مناهج أعدت للناطقين بالعربية يقدمها للناطقين بغير العربية يظنون الأمر واحد نعم هكذا ولكن طبعا هناك فرق كبير هناك فرق بين طفل مثلا يريد أن يتعلم العربية غير ناطق بالعربية نعم وطفل يريد أن يتعلم العربية من أبنائها فأبناء العربية يعرفون الكثير من المفردات لديه حصيلة لغوية طيبة تساعده على أن يتعلم وإنه يمتلك مهارتين مهمتين وهما مهارة الاستماع ومهارة التحدث بينما يفتقر فقط إلى مهارتي القراءة والكتابة صحيح أما الناطق بغير العربية فإنه يفتقر إلى المهارات الأربعة ويحتاج إلى تدريبات مكثفة في المهارات الأربعة فلذلك من هنا يأتي الفرق بين تعليم العربية لأبنائها وتعليمها لغير الناطقين بها نعم في الحقيقة المواقف الطريفة كثيرة في هذا المجال ولعل دائما هناك موقف لا أنساه أبدا عندما بدأت في هذا العمل في مجال تعليم العربية لغير الناطقين بها في مركز الإبانة في مصر وكان لدي مجموعة من الطلاب من فرنسا وكنت أشرح لهم كلمة طبعا طلاب في المستوى المتقدم كنت أشرح لهم كلمة حضارة وكلمة حضارة يعني كلمة ربما تكون صعبة طبعا في المستوى الأولى ولكن بالنسبة للمستوى المتقدم أنا أستخدمها في سياقات متعددة وكثيرة فلذلك قدمت للطلاب الكثير من الجمل وحاولت أن أبسط الكلمة بأشكال شتى ولكن كان هناك طالب في الصف كان دائما يكرر أنه لا يعرف ما فهم معنى الكلمة بالضبط فأنا أحاول بطريقة أخرى ولما فقدت كل الحيل طلب أحد الطلاب كانت هذه المجموعة من فرنسا طلب أحد الطلاب أن يقول له الكلمة باللغة الفرنسية فقال له الكلمة بالفرنسية وأعجب شيء هو أن الطالب قال هذه أول مرة أسمع هذه الكلمة باللغة الفرنسية فهو أصلا لا يعرف الكلمة بلغته يا الله فكيف سيعرفها بلغة أخرى ولا يعرف الكلمة بلغته الأم نعم نعم فكان الأمر مضحك جدا وردت أن تعلمه إياها باللغة العربية وتبين أنه لا يعرفها غير موجودة في معجمه اللغوي الخاص بلغته الأصلية نعم فكان هذا من أكثر المواخف المضحكة في بداية هذا الطريق طريق تعليم العربية لغير الناطقين بها وأكيد سنأتي على الكثير من المواقف ومنها مواقفك في جامعة التسوى العشرين من مايو وهي جامعة موجودة في إسطنبول وتعمل بها أيضا معلما للغة العربية قسم الناطقين بغيرها أو الطلب الناطقين بغير هذه اللغة قبل ذلك وقبل أن نذهب إلى رحلة إلى الأمل عن تجربتك مع القصة قبل تجربتك مع بحور الخليل هل الفكرة تجربتك مع القصة دفعك إليها دفعا شعورك بالمسؤولية التربوية تجاه الطلبة أم أنها موجودة لديك موهبة قبل إقدامك على مهنة التالي في الحقيقة أنا منذ صغري أحب قراءة القصص والحكايات ولدي مخزون كبير جدا من هذه القصص والحكايات قرأتها كثير جدا يعني مئات ربما آلاف من القصص والحكايات منذ صغري كنت مغرما بهذا النوع من الأدب عندما سلكت هذه الطريق كنت أحتاج أن أقدم بعض النصوص للطلاب فخطر في عقلي أن تكون النصوص التي أقدمها للطلاب نصوصا ذات مغزى ولها هدف تربوي أقدمه كرسالة ضمنية متضمنة داخل هذا النص ولذلك قمت بكتابة الكثير من القصص التي أقدمها لطلابي في شكل نصوص تعليمية ولكن دائما يكون من ورائها هدف تربوي وهدف دعنا نقول قيمة معينة أريد أن أغرسها في طلابي بشكل غير مباشر أحسن قبل ما نذهب إلى القصائد التعليمية والقصائد التي نظمت خصيصا بغية تسهيل مسألة أو قاعدة نحوية قبل ما نذهب لهذه القصائد خذنا أولا إلى رحلة إلى الأمل ما رأيك؟ نعم فضل هذه قصة كتبتها بعنوان رحلة إلى الأمل أقول فيها هبطت الطائرة عشاء في مطار صلاح الدين في العاصمة الفلسطينية القدس وبعد دقائق معدودات أنهت الأسرة إجراءات الخروج من المطار ثم استقلت سيارة أجرة وتوجهت إلى المنزل الذي استأجرته في شارع حطين قريبا من المسجد الأقصى كان أنس يشعر بالسعادة لأنه حقق حلمه بزيارة هذه المدينة المباركة نام أفراد الأسرة ليلى واستيقظوا قبل الفجر وتوجهوا بشوق إلى مسجد قبة الصخرة كان الطريق مليئا بالأشجار وعندما وصلوا إلى أسوار القدس دخلوا من باب الأسباط وأبصروا قبة الصخرة كأنها الشمس نزلت إلى الأرض وبعد أداء الصلاة بدأت حلقات العلم تقام داخل المسجد تحت قبة الصخرة توجهت الأسرة إلى المسجد الأقصى وشعروا بالسكينة عندما دخلوا المسجد كانت الروائح الطيبة تنتشر في أرجاء المكان وسمعوا أشخاص يقرؤون القرآن وأبصروا بعض الشيوخ يجلسون على الكراسي يسندون ظهورهم إلى الأعمدة المباركة تناولت الأسرة الفطورة في أحد المطاعم المجاورة للمسجد ثم قاموا بجولة في الأسواق القديمة واشتروا بعض الهدايا التذكارية ثم تناولوا الغداء عصرا وعادوا إلى مسكنهم في المساء خرج الأب ليسري قليلا في طرقات المدينة القديمة وطلب أنس من والده أن يسري به معه زار أنس ووالده البلدة القديمة وما حولها وأرى الوالد ابنه حائط البراق وقام بأداء صلاة العشاء في المسجد القبلي ثم زار المسجد المرواني وسار في شارع الشهداء قال أنس لوالده سبحان الله هذه المدينة آية في الجمال إنها تذكرني برحلتنا في العام الماضي عندما شددنا الرحال إلى مكة المكرمة لنعتمر يا سلام ووعدتني وقتها يا أبي أن نزور القدس بعد أن ينتهي الاحتلال ولكن أين ذهب جنود الاحتلال أنت تلقس جميل نعم يعني مشهد متخيل من ما بعد تحرير فلسطين إن شاء الله رب العالمين وقريبا يكون هذا بإذن الله جميل جدا رحلة إلى الأمل إذن هذا هو الأمل الذي أخفيته بين السطور أو أخفيته في السؤال الختامي نعم فكرة أن الزيارة تمت بعد تحرير فلسطين عسى أن يكون ذلك قريبا وأن تجد كل أوطاننا العربية وكل طيبين في هذا العالم أن ينعموا بالأمن والاستقرار وما ذلك على الله اللهم أمين قريبا إن شاء الله عن تجربتك بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها تبعت أسلوب تبسيط قواعد النحو هل المسألة معقدة إلى درجة دفعتك إلى مثلا اختيار هذا القالب هل النحو معقد لدرجة أنه لا بد من طريقة أو وسيلة مساعدة؟ نعم في الحقيقة عندما نتكلم عن علمي النحو والصرف وهما من أجل وأشرف العلوم لأنهما يساعدان في فهم علوم العربية كافة في الحقيقة بدأ التأليف في النحو العربي في البداية بالمطولات ثم جاءت مراحل متتالية منها مرحلة المنظومات ولعل أشهرها منظومة ألفية بن مالك التي درسناها في الثانوية الأزهرية ودرسناها كذلك في الجامعة ولكن الآن بعد طول العهد بهذه المنظومات القديمة صارت هذه اللغة ربما تكون صعبة أحيانا على الناطقين بغير العربية فلذلك حاولت أن أقدم بعض المنظومات الجديدة التي أختار فيها الألفاظ التي أقدمها لطلاب الناطقين بغير العربية من خلال المخزون اللغوي الذي يمتلكونه بحيث يكون هذه هي الاستراتيجية الأخيرة في تقديم القواعد فعندما أبدأ في البداية طبعا هناك استراتيجيات كثيرة في تقديم النحو فأنا أستخدم مجموعة من استراتيجيات منها مثلا لعب الأدوار منها الألعاب التعليمية منها أشياء كثيرة ونختم في النهاية بمنظومة قصيرة يعني ألخص فيها القاعدة بشكل فيه بعض الوزن أو بعض القافية لكي تكون إن شاء الله راسخة في عقل هذا الدارس الذي يدرس العربية وهو ناطق بغيرها سنأتي على الكثير من هذه النماذج المتوفرة معك لكن أنا دائما أحب تأجيل الجميل لما هو متبقي من الوقت وذلك حرصا على إبقاء فكرة التشويق ماثلة وحاضرة فيما بيننا قبل ما نذهب إلى موهبة أخرى وإبداع جديد ألا وهو كتابة الفصول والمشاهد المسرحية سنتوقف مع استراحة قصيرة وبعدها نتابع إن شاء الله مشاهدين الكرام نخرج الآن وإياكم إلى فاصل ومن ثم نواصل أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام وما زلنا في رحب هذه الحلقة الخاصة من برنامجكم على أسبوع بيت القصيد ومعنا هنا في الأستوديو الأستاذ بلال الدبشة من مصر الكاتب والأديب المصري وكذلك محب الشعر وصاحب الخليل إذ إنك لا تختلف عن الشعراء فأنت شاعر أستاذ الله طالما أنك ركبت هذه البحور الصعبة ألا وهي القواف التي تحتاج إلى مراس وتمرس وكذلك تحتاج إلى مران وتمرين أستاذ بلال وقبل ما نذهب لهذه النماذج الحديث الآن عن فكرة المسرح لماذا الفصول المسرحية من أجل التعليم وهل فعلا تستخدم هذه لتعليم الناطقين بغير العربية لتعليمهم اللغة العربية هل تبسط فعلا عليكم؟ هل تساعدكم فعلا؟ طبعا من أهم الاستراتيجيات التي نستخدمها في العملية التعليمية استراتيجية لعب الأدوار والتمثيل فالطالب والدارس في هذه الحالة يشعر أنه داخل العملية التعليمية ويشعر أنه جزء من هذا الأمر وقد قمت بكتابة بعض المسرحيات التعليمية عن دروس حتى القواعد مسرحية بعنوان الصحيح والمعتل يمثل فيه الطلاب أن هناك طالب يقوم بدور الصحيح ودور يقوم بدور المعتل الفعل الصحيح والفعل المعتل والصحيح له أولاد مهموز وسالم ومضعف وكذلك المعتل له أولاد خمسة اللفيف والمقرون والمفروغ والمثال والأجوف والناقص وتدور الأمر في شكل مسرحي الطلاب يستمتعون أولا بهذا عندما نقوم بهذا الأمر حتى في التدريبات يضحك الطلاب كثيرا لكن تظل هذه المسرحية ترسخ المعلومة نعم يعني يكون هناك حفر لغوي في هذا الأمر وتمر سنوات وألتقي بعض الطلاب فيذكرني بأنه قام معي بمسرحية كذا وكان دوره كذا فهذا الأمر أيضا من الأشياء التي تبقى فترة طويلة أو في الذاكرة طويلة وتبسط الود بين التلميذ وأستاذه لا شك في هذا لا شك في هذا يعني حقا هذه العملية عن تجربة تعطي أكلها وتعطي ثمارا طيبة ونتائج جيدة والطالب يشعر أن اللغة قريبة منه ليست بعيدة عنه وليست قوالب جافة هكذا يحفظها ولكنه يعيش التجربة ويعيش القاعدة بشكل جميل فهذا يساعده كثيرا على فهم المراد وعلى الوصول إلى الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه وهو امتلاك أدوات اللغة جميل طيب قبل ما تقرأ لنا أحد الفصول أو المشاهد المسرحية المتوفرة في الأوراق بين يديك أخبرني عن فكرة كتابة القواعد اللغوية والنحوية بشكل بحور شارية على بحر الكامل أو بحر الوافر أو بحر المتدارك أو حتى الأوزان الموسيقية البسيطة التي تجذب السماع حدثني عن هذه الفكرة كيف تشكلت في البداية بعد هذا دعنا نذهب إلى نموذج قبل ما نذهب إلى الفصل المسرح طبعا لا شك يعني أن هذا الأمر أنا تعلمت أولا من أساتذة العظام الذين درسوا لي فقد كانوا أحيانا يستخدمون هذه الأوزان في تعليمنا للقواعد وعندما نسمع منهم شيئا من النظم كان هذا النظم يبقى في ذاكرتنا ودعني أعطيك مثالا يعني بسيطا عندما أسمع هكذا إن أن وكأن لكن ليت ولعل حروف النسخ هاهن على اسم أدخل وتأنى الإسم الأول ينصبنا والإسم الثاني يرفعنا منذ كم سنة سمعت هذا ولازلت أكررها مع الطلاب بشكل لطيف وجميل بشكل غنائي يحبه الطلاب ويسعدون به كثيرا ويرسخ في عقلهم حتى يعني أكثر من مرة ينتهي العام الدراسي ويقوم الطلاب بعمل فيديو مجمع لأهم المحطات وأهم اللقطات التي كانت في خلال هذه السنة فيستخدمون أن جزءا من هذا النظم في خلال هذا الفيديو بشكل غنائي جميل عظيم يسعد ويرسخ في الأعقل ربما هذه كانت من ألفية ابن مالك التي يقول فيها وهو لفعل ما ظن يحتوى على أكثر من أربعة نحوان جلا والأمر والمصدر وكذا أمر ثلاثي كأخشى ومضي وانفذا وكثير من المواقف التعليمية بحب الشار كتبها العرب مثلث قطرب أو قرطب أعتقد أيضا هو منظوم على أيضا بحور الخليل قبل أن نذهب للفصل المسرحي أعطينا نموذجا من النماذج المغنات وأحب ذا لو كان غنائيا أيضا ما رأيك بهذه المفاجئة؟ يعني ممكن تفضل مما تحفظ يعني ممكن أن نبدأ بهذه التي ذكرتها قبل قليل وهي ليست من نظمي تفضل فهي تقول ماذا؟ إِنَّا أَنَّا وَكَأَنَّا لَكِنَّا لَيْتَا وَلَعَلَّا حُرُوفٌ نَسْخِيهَاهُنَّا عَلَاسْمٍ أَدْخِلْ وَتَأَنَّا الاسْمَ الْأَوَّلَ يَنْصِبْنَا والاسْمَ الثَّانِي يَرْفَعْنَا يا سلام يا سلام تبسط المعنى بغنائه بكتابته على كتابة التشطير الكتابة الشعرية العربية الكتابة هنا ليست شعرية وإنما هي نظم بغاية التعليم والتعلم أحسنت كثيرا أستاذ بلال وقبل أن أذهب للنماذج التي كتبتها وألفتها أنت وعيشتها بشكل عملي مع طلبتك سواء في مصر أو في إسطنبول قبل ذلك دعنا نستمع إلى أحد الفصول التعليمية أيضا الفصول المسرحية التي كتبتها أيضا من أجل غاية التعليم والتعلم نعم يعني هناك مثلا مسرحية تعليمية بعنوان أول طبيبة جميل وهذه المسرحية هي مسرحية من مشهد واحد وقد قمنا بأدائها وتصويرها وحتى وضعناها على اليوتيوب من شاء أن يرجع إليها يعني مسرحية تم تنفيذها وفق أنشطة ثقافية طلابية في الجامعة لديكم نعم نعم تفضل جيد هناك الطبيبة تقول حمدا لله على السلامة يا خديجة فخديجة تقول سلمك الله يا دكتورة رفيدة الأم تقول جزاك الله خيرا يا دكتورة لقد جعلك الله سببا في نجاة ابنتي نعم فالطبيبة تقول هذا عملي وواجبي سأترككم الآن وسأعود إليكم لاحقا لأن عندي عملا كثيرا فالأم تقول تفضلي يا دكتورة رفيدة الطبيبة تقول ولكن أنت أيضا يجب أن تتركي خديجة ترتاح وتنام فالأم تقول سأذهب بعد قليل إن شاء الله عندما تنام خديجة فخديجة تقول مع السلامة يا دكتورة الطبيبة تقول إلى اللقاء بعد ذلك تخرج الطبيبة والأم تهيي ابنتها للنوم فخديجة تقول أنا أحب الدكتورة رفيدة كثيرا يا أمي إنها لطيفة حقا فالأم تقول صدقتي يا ابنتي إنها ملاك من ملائكة الله خديجة تقول أتمنى أن أصبح طبيبة مثل الدكتورة رفيدة الأم تقول إن شاء الله تعرفين يا خديجة إنها تذكرني بأول طبيبة في الإسلام وكان اسمها رفيدة أيضا فخديجة تقول اسمها رفيدة ما قصتها يا أمي الأم تقول إنها الصحابية الجليلة رفيدة الأسلامية وهي رفيدة الأنصارية واسمها مشتق من الرفض وهو العطاء خديجة تقول وهل كانت حقا عطاء الأم تقول نعم يا ابنتي لقد كانت عطاءة وفية لإسلامها وعقيدتها مخلصة في حبها لله سبحانه وتعالى ولرسوله يا السلام فخديجة تقول وما أهم صفاتها يا أمي الأم تبدأ في ذكر الصفات هذه الصحابية الجليلة وهبت نفسها لله ورسوله وكان لها مواقف مشهورة في الدفاع عن العقيدة والذود عن الإسلام والجهاد في سبيل الله فكانت تداوي الجرحة في مادين القتال وكانت تقوم بأداء واجبها نحو المسلمين في أتم صورة كما كانت لها مكانة ومنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان يجلها ويحترمها ولكن في هذا الوقت تستغرق خديجة في النوم فالأم تقول نمتك العادة يا خديجة وأنا أحكي لك الحكاية تصبحين على خير يا ابنتي والأم تغطي ابنتها وتخرج وتغلق المصباح ثم يظهر ضوء في زاوية الغرفة وتظهر امرأة تلبس ملابس بيضاء ولكن لا يظهر وجهها الآن صار حلما ورؤية تراها خديجة في النوم يعني يبدو أنها التقت رفايدة نعم هذا صحيح فالمرأة تقول كيف حالك يا خديجة فخديجة تقول الحمد لله بخير المرأة تقول حمدا لله على سلامتك خديجة تقول سلمك الله من أنت فتقول أنا رفايدة الأسلامية ألا تعرفينني لقد كنت تتحدثين مع أمك عني فخديجة تقول صحيح أهلا وسهلا يا سيدتي المرأة تقول أهلا بك خديجة تقول لقد قالت أمي أنك أول طبيبة في الإسلام فمتى دخلت في الإسلام فالمرأة تقول لقد باعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة واشتركت معه في غزوتين خندق وخيبر خديجة تقول حدثيني أكثر عن نفسك المرأة تقول لقد كنت قارئة وكاتبة وصاحبة ثروة واسعة فخديجة تقول وماذا عن الطب المرأة تقول لقد استهوتني حرفة التمريض ومهنة التطبيب والمداواة وتفوقت في ذلك حتى اشتهر عني وعرفت بين الناس جميعا خديجة تقول وهل كنت تشاركين في المعارك المرأة تقول طبعا لقد كانوا يطلقون علي الفدائية لأني كنت أدخل أرض المعركة أحمل الجرح وأسعف المصابين وأشجع المجاهدين تقول خديجة وما أشهر موقف لك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمرأة تقول أشهر موقف كان في غزوة الخندق عندما أصيب الصحابي الجليل سعد بن معاذ بسهم في غزوة الخندق وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيداعه في خيمتي حتى يتمكن من زيارته والاطمئنان على حالته فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بسعد فيقول كيف أنسيت وكيف أصبحت فيخبره خديجة تقول وهل عالجت الصحابي الجليل رضي الله عنه المرأة تقول نعم عندما رأيت غراس السهم في صدر سعد تصرفت بحكمة ووعي فأسرعت بإيقاف النزيف ولكني أبقيت السهم في صدره لأني كنت أعلم أني إذا سحبته أو أخرجته سيحدث نزيفا لا يتوقف من مكان الإصابة خديجة تقول عظيم وكيف تقومين وكيف كنت تقومين بعملك فالمرأة تقول كنت أخرج في الغزوات وأنقل معي خيمتي بكل متطلباتها وأدواتها واحتياجاتها فوق ظهور الجمال ثم أقيمها بجانب معسكر المسلمين وتشاركني العمل الصحبيات رضوان الله عليهن لذا تعتبر خيمتي أول مستشفى ميداني خديجة تقول وهل كان عملك مختصرا على الحروب المرأة تقول لا بل عملت أيضا في وقت السلم فكنت أعاون كل محتاج وكنت أول سيدة تعمل في نظام أشبه ما يكون بنظام المستشفيات الآن خديجة تقول وهل كنت تأخذين مالا على عملك المرأة تقول لا لقد كنت أنفق على عملي من حر مالي وخالص ثروتي خديجة تقول ما شاء الله يعني كنت متطوعة بالجهد والمال في سبيل الله فكنت مجاهدة بمالك ونفسك وكنت في الوقت نفسه قدوة حسنة وعسوة عظيمة للنساء في هذا الميدان المرأة تقول الحمد لله ثم تطفى الإضاءة وخديجة تقول رضي الله عنك وعن كل الصحابيات أجمعين وطبعا يظهر أن خديجة كانت نائمة وترى هذه الرؤية في المنام رضي الله عن سيدتنا رفيدة وكل صحابيات الإسلام وكل صحابة رسول الله هذا مشهد يعني يبعث القشعريرة في الجسد خصوصا إذا ما أردت أن تسرد تفاصيل من السيرة المحمدية العطرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا إذا ما أردت أن تأتي على بعض مواقف من غزوة الخندق خصوصا إذا ما ذكرت سيد الأنصار سعد بن معاذ رضي الله عنه بالحقيقة كان الدرس هو درس الطب فحاولت أن أستخدم المفردات الموجودة في الدرس في قصة جديدة مسرحية يستخدم الطلاب المفردات التي تعلمها في سياقات جديدة أما فيما يتعلق بسياقات الشعر وبحور الخليل والموسيقى هذا سنناقشه بعد الفاصل المشاهدين الكرام إلى فاصل جديد ومن ثم نعود أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين أينما كنتم حياكم الله وأن أذكركم معنا هنا في الستوديو الأستاذ الكاتب والأديب المصري بلالة الدبشاء أهلا ومرحبا بك أستاذ بلالة من جديد أهلا وسهلا مرحبا الآن نريد أن نتحدث عن فكرة الشعر الذي تكتبه أنت الشعر الغنائي أو الشعر بغاية التعليم أعطنا نموذجا مغنى قبل ما يكون نموذج مقروء والسبب لماذا هذه الأسليب؟ لماذا هذه الطريقة باختصار؟ نعم كما أخبرتكم من قبل أنا بالتجربة وجدت أن هذه الطريقة محببة لنفوس الدارسين والشعر كما نعلم من الأشياء المحببة إلى النفوس تحبه لما فيه من موسيقى جميلة يعني تثير المشاعر وتحرك العواطف وطبعا النظم التعليمي ربما لا يكون فيه المشاعر لكن فيه الموسيقى اللطيفة المحببة إلى النفوس فلذلك أنا كتبت بعض المنظومات القصيرة التي أقدمها لطلابي فمثلا على سبيل المثال كنا نتكلم قبل قليل عن مسرحية الصحيح والمعتل كنا نختم هذه المسرحية ببعض الأبيات الشعرية نعم جيد التي تقدم هذه القاعدة وتبسطها فأقول فيها شعر التعليمي نعم شعر التعليمي فأقول فيها فعل معتل وصحيح درس مفهوم ومليح معتل لو كان مثالا إن عليا وجد بلالة معتل لو كان مثالا إن عليا وجد بلالة أنا أقصد بالمثال النوع الأول من أنواع الفعل المعتل جميل جدا تفضل والعلة في الوسط تكون أجوفا سم الفعل يهون والناقص إن كان أخيرا عبد يدعو الله كثيرا والناقص إن كان أخيرا عبد يدعو الله كثيرا الفعل يدعو فعل ناقص ولفيف منه المقرون يشوي اللحم المقتدرون والنوع الثاني المفروق إن خل وفى لصدوق وصحيح الأفعال يعرف سالم مهموز ومضعف مهموز إن كنت تقول أكل سأل قرأ عجول يتكرر حرف بمضعف عد وشد وهد فصرف يا سلام والسالم ما سلم أصولا كالفاعل ضرب المفعول فعل معتل وصحيح درس مفهوم ومليح وصف رائع ومريح جميل جدا جميل جدا هذه الطريقة بسيطة جدا ألا يمكن أن تستثمر أيضا في المنهاج العربي بطريقة تختلف عن يعني طريقة كتابة المنهاج المقروء يعني تكون بمقاطع غنائية تكون بكليبات مثلا ترافق العملية التعليمية تعرض بمقاطع فيديو أمام الطلبة ممكن أو لا صعبا طبعا هذا ممكن ولكن أيضا يحتاج إلى يعني إلى يعني أدوات جديدة وإلى أن يقدم بشكل عصري مناسب باستخدام أحدث التقنيات حتى يكون محببا إلى نفوس الدارسين ربما أريد أن أقول شيء بخصوص هذا النظم فعل معتل وصحيح في مصر كتبت هذه الأبيات وقدمتها لطلابي بشكل غنائي لطيف ولكن عندما وصلت إلى تركيا هنا وفي يوم من الأيام ركبت إحدى الحافلات الصغيرة الخاصة التي تسير في الطرقات فكان السائق يعني يشغل أغنية تركية بموسيقى تركية صادف أن تكون هذه الموسيقى متوافقة مع ما كتبته من كلمات فعندما قلت لطلابي هذا النظم ثم غنيت لهم بهذه الطريقة مع الموسيقى التي يعرفونها جيدا كان هذا الأمر لطيف جدا بالنسبة لهم ومحببا فهناك موسيقى هم يعرفونها وتعودوا عليها ممكن أن تعطينا جزءا منها جزءا قصيرا ليس شرطا كلها لو جزءا بسيطا فقط إن كنت تذكر يبدو أنك لا تذكر اللحن فقط لو حضر في ذهني لا يعني ما أسعفني الآن اللحن يعني لا بأس أنا ظننتك تعرفه لكن من المؤكد أنك تعرف الكثير من الألحانة التي ربما أنت من يعني عزفها ودندنها من أجل إيصال معلومة أو يعني فكرة لغوية معينة قبل ما نذهب إلى فكرة أخرى نريد مقطعا غنائيا تعليميا من خلاله بسط قاعدة لغوية أو فكرة إملائية باللغة العربية نعم في الحقيقة هناك مجموعة من الأنشدات والأغاني القصيرة أعددتها للأطفال في تعليم اللغة العربية وفي هذه الأنشدات القصيرة أنا أركز على حرف من أحرف العربية بحيث يكون هذا الأمر بحيث يكون هذا الحرف هو حرف متكرر في هذه الأنشودة القصيرة فمثلا كتبت هكذا في الحديقة توت في الحديقة تين تأكل بشرة توت تأكل بشرة تين جيد فأنا استخدمت هنا أنشودة قصيرة لحرف التاء حرف التاء مفتوح حرف التاء مضموم حرف التاء مكسور في أول الكلمة في وسط الكلمة في آخر الكلمة دون أن أقول هذا الشيء ولكن كررت هذا في مجموعة مثلا لحرف الباء كتب بشرة بنت برق كلب هي حكاية وفيها بنت اسمها بشرة وبرق هو اسم للكلب عزاكم الله بشرة بنت برق كلب بشرة في البيت برق في البيت بشرة مع برق في البيت بشرة بنت برق كلب برق كلب بشرة بنت بشرة مع برق في البيت برق مع بشرة في البيت أنت تعطيهم نماذج لنطق حرف الباء بطرقه المتعددة ومخارجه اللفظية المتعددة من خلال هذه الأنشودة وهذه الكلمات الجميلة ووفقنا الله سبحانه وتعالى لأحد المطربين الإخوة الكرام في المملكة العربية السعودية المطرب محمد طه قام بوضع ألحان وموسيقى وغنها بصوتي بشكل لطيف أيضا لعلنا نستمع إلى بعضها بإذن الله أعطينا مشاركة أو مقطعا أو نموذجا آخر تفضل نعم وحبدا أن يكون مغنى هذه المرة إن استطعت إلى عزفه سبيلا تفضل أستاذ بلاد قدمنا مثلا فيلما قصيرا بعنوان الخاتم السحري عن شروط التعجب شروط التعجب التي طبعا ليس هناك كل الأفعال نستطيع أن نتعجب منها ولكن هناك شروط وضعها العلماء للفعل الذي نتعجب منه تعجبا قياسيا ما أفعله وأفعل به فلابد أن يكون هذا الفعل ثلاثي وأن يكون كذا وكذا وكذا هذه الشروط قدمناها بشكل تمثيلي في فيلم قصير بعنوان الخاتم السحري شروط التعجب نعم فنتخيل فيه هكذا أن هناك طالب وجد الخاتم السحري فطلب أن ينتقل إلى الماضي وأن يعيش سلطانا وأن يضع بنفسه شروطا للتعجب جيد وضمنا هذا الفيلم القصير أغنية لطيفة عن شروط التعجب قلت فيها أعطنا إياها نعم فضل إذا شئت التعجب يا رفيقي فهاك شروط من ملك الجلالة ثلاثي كذا تام وحاذر على عيب أو الألوان دالة ومبني لمعلوم مهم ولا تقبل بمنفي بحالة تصرفه تفاوته وإلا فهذا الصوغ في النظم استحالة أو فهذا الصوغ في النحو استحالة يا سلام إذا شئت التعجب يا رفيقي فهاك شروط من ملك الجلالة ويغني الطالب بشكل لطيف فيقول هكذا هل ممكن أن نكرر فضل هذا ما أنتظره وينتظره كثيرون بارك الله فيكم فضل إذا شئت التعجب يا رفيقي فهاك شروط من ملك الجلالة ثلاثي كذا تام وحاذر على عيب أو الألوان دالة ومبني لمعلوم مهم ولا تقبل بمنفي بحالة تصرفه تفاوته وإلا فهذا الصوغ في النحو استحالة إذا شئت التعجب يا رفيقي فهاك شروط من ملك الجلالة إن شاء الله عليك أستاذ بلال أحسنت كثيرا التقليديون في تعليم اللغة العربية في عموم منطقتنا العربية باعتقادك ألا يسهمون شاءوا أم أبوا يعني بث روح الخمول في ما هم مؤتمنون عليه لا يمكن أن يجددوا لماذا لا يجددوا يعني هناك البعض سلك طريق هكذا وجدنا آباءنا يفعلون فنحن نكرر ما فعله الآباء لكن الأيام تغيرت والأذواق تغيرت وكذلك عندما ننظر إلى تعلم اللغات الأخرى فإن أبناء تلك اللغات يطورون ويحدثون ويجددون من أنفسهم ويبحثون دائما عن الوسائل التي تقرب هذه اللغات من الدارسين الذين يريدون أن يتعلموها يبحثون عن مساحات إبداع نعم جيد ولذلك تجد عندهم الكثير من الابتكارات والكثير من التجددات دعني أعطيك مثال مثلا الألعاب التعليمية الألعاب التعليمية في اللغات الأخرى ما شاء الله يعني زاخرة بالألعاب التعليمية ووسائل كثيرة جدا بينما نحن في العربية يعني هذا المجال فقير جدا ولا نجد إلا يعني عددا محدودا من الألعاب التعليمية التي تساعد في تعلم العربية إذن المسألة فقط تحتاج مساحة إبداع طبعا اللغة ليست عاقرا ولا عاجزة لا إنما نحن بحاجة إلى إدخال بعض العناصر التشجيعية الملامح الإبداعية فتح مجالات إبداع أمام المدرسين غير التقليديين حتى ينقذوا العملية التعليمية في مختلف مناطقنا العربية لا شك أن نمتلاك اللغة أولا ثم بعد ذلك نحتاج إلى لمسة من الإبداع وقليل من الإخلاص إن شاء الله يكون هناك تطوير وتحسين في المناهج الموجودة لدينا أحسنت كثيرا إن كان هناك قليل من الوقت المتبقى إن كان هناك بعض النماذج لا تزال متوفرة فحب ذا بها يعني ممكن أيضا أن نقدم بعض الأشياء التي كتبتها عن تفضل هناك مسرحية تعليمية بعنوان ملتقى شواعر العرب نعم ملتقى شواعر العرب تخيلنا ماذا لو اجتمعت أشهر شواعر العرب في مكان واحد وما سيدور بينهن من حوار ولد بنت المستكفي مثلا ليلة الأخيالية نعم هكذا يعني نحن جمعنا من العصور الأدبية المختلفة من الجاهلية ومن صدر الإسلام ومن العصر الأموي والعباسي مرورا إلى العصر حتى المعاصر الحديث جمعنا ثمانية من الشاعرات الأديبات البارعات وجمعناهن في قصر الخليفة المستكفي وفي صالون أدبي لولادة بنت المستكفي وما سيدور بينهن من حوار وكان هذا الأمر يحتاج مني إلى قراءة الكثير من الأشعار لهؤلاء الشواعر العظميات لكي أختار بيتا أو بيتين يعبر عن كل واحدة منهن وأن نقوم بعمله في شكل درامي وحوار هكذا وبدأنا العمل أيضا بجزء باللهجة الإماراتية لكي نجعله قريب من الواقعية فهناك طالبتان تحدثت باللهجة الإماراتية رغم أنهما ليست من أصول عربية وليس لهن علم بالعربية ولكن كتبت الكلمات طبعا احتاج الأمر مني في البداية إلى أن أتعلم أنا هذه اللهجة سمعت الكثير من الفيديوات ثم كتبتها وعطيتها أيضا لأهل الأصدقاء في الإمارات لكي يراجعوها ثم بعد ذلك قدمتها الطريبات كانت بشكل لطيف يبدأ باللهجة الإماراتية وينتهي في النهاية بالحديث عن العربية خذنا إلى النموذج لأن الوقت يشك أن يدركنا إذن أستاذ بلال شكرا على التوضيح قبل قليل الذي أعطيتنا إياه تفضل في السوق لا في السوق هذه أيضا من الأشياء التي قدمناها في تطبيق لتعليم اللغة العربية تفضل وفيه بعض الفيديوات والألعاب وكذلك هناك قسم مهم جدا للأغاني فمثلا هذه الأغنية تتكلم عن السوق فتقول في السوق خبز وموز في السوق تين ولوز في السوق زيت ورز في السوق توت وجوز ولكنها تغنى بشكل لطيف يحبب الأطفال وحتى عندما نقدم هذه الأغنيات داخل التطبيق نضعها بثلاثة أشكال مختلفة فهناك شكل مع الموسيقى وهناك شكل بدون موسيقى وهناك شكل فقط الموسيقى والكلمات مكتوبة بحيث يقوم الطفل بغناء هذه الأغنية بنفسه إذن المسألة تتجاوز التعليم إلى التثقيف أيضا مثل النموذج اللي حضرتك حدثني عنه قبل قليل ألا وهو نماذج استحضار ثمان شاعرات أو شواعر من الشواعر التي مررنا على مختلف العصور الإسلامية وربما من الجاهليات أيضا وهذه الفكرة من خلالها تثقفون غير العرب بثقافتنا العربية هذه قيمة مضافة إلى القيمة الأصلية ألا وهي قيمة التعليم نعم لا شك أن اللغة عندما تقدم لا بد أن يراعى في المحتوى الذي يقدم جانب الثقافة العربية والإسلامية في المحتوى الذي يقدم لدارسين بغير العربية وهذا الأمر ربما تفتقر إليه كثير من المناهج التي تحتاج إلى الاهتمام جدا بالجانب الثقافي فهذا جزء مهم جدا كما يفعل أبناء اللغات الأخرى من الأغاني التعليمية التي تحفظ هذه المرة لا من التي أحضرتها كنماذج ناقشتها أو ربما تكون قد نفذت نعم نموذج غنائي نريد حتى نختم به هذه الحلقة نعم يعني مثلا هناك شيء يتحدث عن أحرف الجر فيقول من إلى عن على في أحرف الجر دخل الولد إلى القصر ركب علي على المهر شرب أحمد من النهر يعني هكذا تعطي حروف الجر بشكل غنائي وهذه أقدمها للطلاب وأغير دائما في الأسماء مع أسماء الطلاب داخل الصفوف بحيث يجد الطالب اسمه موجود في الأغنية فهو يغني وهو سعيد بهذا الأمر جميل جدا أستاذ بلال لم يخطر لك تقديم مثلا النحو يعني هناك النحو الميسر لعلي الجارم كما تعلم لماذا لا يكون هناك نحو غنائي يقدم للناطقين بغير العربية وللناطقين بالعربية بشكل كتاب مرفق معه مثلا قرص مدمج فيه هذه الأغاني هل يمكن أن يشتغل على مثل هذا المشروع أظن أن الفكرة عجبتك ورقك طبعا جدا جدا فكرة رائعة وفكرة ممتازة يعني هي في البال ولكن تحتاج إلى مزيد من الجهد ولكن أيضا في هذا السياق أردت أن أخبركم بشيء لطيف جدا من الأشياء التي قابلتني في العملية التعلمية قبل ثلاث سنوات وجدت أحد الطلاب واسمه محمد فرقان من ألمانيا هذا الطالب وجدته ما شاء الله في دفتره منظم جدا ومرتب فقلت له من باب التشجيع يعني قلت له يا محمد تعرف هذا الدفتر ممكن أن يكون كتابا في المستقبل فالطيئل الطالب يعني صدق المقولة واقتنع بها تماما وبذل المزيد من الجهود حتى انتهت السنة الدراسية وقد جمع المعلومات ورتبها بشكل ممنهج ومنظم يجمع كل جزئية إلى الجزئية التي تتشابه معها فنحن مثلا في المستوى الأول درسنا الضمائر المنفصلة وبعد ذلك درسنا الضمائر المتصلة فهو يضع هذا بجوار هذا ويعطيها ألوان لطيفة تعبر عن كل مستوى درسناه ربما كانت كلمة عابرة لكنها شجعت وجعلته أصدره مؤلفة نعم هذا صحيح وقد قمنا بتقديم هذه الأوراق إلى إحدى الجهات فقامت بطباعة الكتاب وكتب عليه اسم هذا الطالب الذي درس العربية لأول مرة لمدة سنة درس القواعد وجمعها بشكل مرتب منظم لطيف وأسعدني أكثر أن عرفت أن إحدى الجامعات التركية قد قررت هذا الكتاب على الطلاب الموجودون في داخل هذه الجامعة والكتاب اسمه صحائف ذهبية فيها قواعد عربية وهو متوفر على الإنترنت يستطيع أي شخص أن يحصل عليه يعني ليس مأجورا سبحان الله انقضى الوقت سريعا أستاذ بلال ماذا تحب أن تقول في الختام؟ أنا أحب أن أقول أنني سعدت جدا بوجودي معكم أستاذ مصطفى نحن أكثر سعدا فأنا أحبكم بشكل شخصي شكرا ومعجب بما تقدمونه من شعر وكذلك سعيد بوجودي في هذا البرنامج اللطيف برنامج بيت القصيد ووجودي في قناة الرافدين فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في كل القائمين على هذا العمل شكرا لكم على حسن الاستضافة وأرجو أن لا أكون ضيفا ثقيلا في هذه الحلقة إنما كنت خفيفا ضريفا وجميلا جدا والشكر منا أيضا موجه لحضرتك على تشريفك لنا وأستاذ بلالة الدبشة الكاتب والأديب المصري شكرا جزيلا شاهدين الكرام وصل معنا ختم هذه الحلقة في الأسبوع المقبل إن شاء الله يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر وتجربة جديدة وحتى ذلك الحين لكم من يطيب التمانيات دائما وأبدا كونوا في أمن الله إلى اللقاء شكرا شكرا شكرا